اشتركوا في القناة لغة الحوار والانفتاح وتواصل بين ممثل الشعوب والتعبير عنها بالوسائل التي تجسد النهجة الديمقراطية المتحضر القائم على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان خدمة للقضايا والأهداف التنموية ونوها معاليه في هذا الصدد بما يجمع دول القارة الأسوية من مقومات مشتركة قابلة للإخضاع إلى مزيد من البحث والنقاش والدراسة على مستوى الحكومات والمجالس التشريعية وتمثل في الوقت نفسه نقطة التقاء بالنسبة إلى شعوب هذه المنطقة ذات الأهمية الجيوسياسية جاء ذلك لدى استقبال معاليه بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رؤساء وممثلي الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة للجمعية البرلمانية الأسيوية الذي يعقد في مملكة البحرين وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة نقل معاليه تحيات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأمنياته لرؤساء وممثلي الوفود بالتوفيق والنجاح في التوصل إلى النتائج والمخرجات المرجوة وأثنى معاليه في هذا الجانب على الدور الذي تطلع به السلطة التشريعية لأكثر من عقدين بفضل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المعظم ذلك الدور الذي أسس لعلاقات راسخة ووطيدة مع المجالس والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية مما أكسب المملكة سمعة وثقة عالية في استضافة الاجتماعات وتنظيم التجمعات البرلمانية رفيعة المستوى ولفت معاليه إلى ما تمثله الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة للجمعية البرلمانية الأسيوية من أهمية وما تشكله على الصعيد المحلي من أولويات وطنية بالنسبة للسلطتين التنفيذية والتشريعية لاتساقها مع ما أقره مجلس النواب في برنامج الحكومة 2023-2026 من مبادرات وسياسات في مجالة الطاقة والبيئة والمياه ودعم أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد والمناخ كما هنأ معاليه سعدة السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب بمناسبة تجديد ثقة فيه وللدورة الرابعة على التوالي لتولي منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية الأسيوية ويعادة انتخابه رئيسا للجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية في الجمعية معربا معاليه عن أمنياته للنائب السلوم بالتوفيق من جانبهما أشاد رئيس مجلسي الشورى والنواب بما تحظى به السلطة التشريعية من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم مستمر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما تحقق من منجزات ديمقراطية وخطوات متقدمة في العمل البرلماني لمملكة البحرين كما أعرب معاليهما عن الشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة على ما تبديه الحكومة الموقرة من حرص مستمر واهتمام متواصل بتعزيز التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم أعمال ومبادرات الدبلوماسية البرلمانية البحرينية وتعزيز مسارات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأكد معاليهما أن احتضان مملكة البحرين أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الأسيوية يترجم الإمكانيات والقدرات العالية التي تجعل المملكة مركزا مرموقا لانعقاد المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر